السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله اقول لكم ازاي تنزل اي نسخة ويندوز على فلاشة? وازاي تحرق الويندوز على فلاشة صح? وتثبته على الفلاشة? ومنها هتحط الفلاشة في كمبيوتر وتعمل ستارت وتبدأ تضغط على اف اتناشر وتحمل اي ويندوز انت عايزه مجانا ومن مايكروسوفت وبدون اي مقابل. طب هتقول لي ازاي? اول حاجة بتخش على الموقع ده اسمه روفوس. اه ده انت بتشغلها برنامج صغار جدا مساحته واحد ميجا ونص واحد ميجا بتحمل منه الاداة دي ومن الاداة دي بتبدأ تنزل الويندوز. طب انت هتقول لي ازاي بنزله? انت لو عندك بتختلف بقى. انت عندك ويندوز ايه? يعني انت جهازك انت عايز تنزل ويندوز ايه? لو انت جهازك حديس وعايز تنزل ويندوز عشرة فما فوق يعني ويندوز عشرة او ويندوز حداشر. هتنزله هتدخل على هتنزل في الموقع لغاية ما توصل على كلمة تحميل او داونلود. وتشوف احدث الاصدارات وتنزل ويندوز اربعة وستين او ويندوز ستة وتمانين. هقول لك ازاي تعرف منين النسخة المفروض تنزلها. تمام. طيب لو انت بقى عندك ويندوز سبعة جهاز على ادو وعايز تنزل ويندوز سبعة. هتنزل اخر اصدار تم او فيه توافق معاه على ويندوز سبعة هو رفوس تلاتة بوينت تو تو تلاتة بوينت اتنين وعشرين. تلاتة على ما تنين وعشرين هو ده اخر ملف او اخر البرنامج. اخر اصدار لبرنامج على ويندوز سبعة. اي اصدار تاني عمره ما يشتغل معك. حلو الكلام? انا هسيب لك الرابط ده الواحده المستخدمين ويندوز سبعة. حلو قوي. طيب دلوقتي انا هضغط على الاداة. طيب انا عايز اعرف انا هنزل الاداة صح ازاي اربعة وستين ولا ستة وتمانين? ماشي. قولينا يا عم محمد. هتدخل على هذا الكمبيوتر الشخصي. هتقول له كليك يمين? وتقول له خصائص. هيجي لك هنا حاجة اسمها نوع النظام. او هتلاقي بيقول لك نظام تشغيل باصدار اربعة وستين بيت. او سكستي فور بيت. تمام? هو ده اللي يهمنا. كده يبقى انت نظامك اربعة وستين. يبقى تخش هنا وتضغط على ويندوز اربعة وستين. قياسي او محمول. يعني انت عايزه يتعامل بتنزيل يعني هيجي لك ملف صغير وتقول له او اه وتعمل له ولا محمول اللي هو يبقى موجود عندك الملفات موجودة كلها على بعضها. هي مش فرقة. بس انا بعمل قياسي. اللي هو ده. بضغط عليه ضغطة. هيقول انت هتحمله فين? اقول لك هحمله مسلا في سطح المكتب. بقول له سيف. انا حملته بالفعل. برنامج هقول لكم مساحته او مساحته. لا تذكر. واحد وستة وتلاتين من مية ميجا بايت. المهم. حاجة مهمة جدا لازم كليكي من عليه وتقول له او تشغيل كمسؤول. وبعد كده تقول له نعم. كده يزهر لك البرنامج. بسم الله الرحمن الرحيم. اتفتح طاقة القادر. اول حاجة هتخش هتحط الفلاشة عندك. الفلاشة هتبقى كم جيجا? تمانية جيجا فما فوق. ما تحط ريش فلاشة صغيرة اتنين جيجا. طبعا ازي تحالل سيستم هيتحط عليه حلو. الفلاشة عشان تعرف مكتوب الاسم بتاعها او الطاي بتاعها او رقمها ام لو فتحنا ماي كمبيوتر. خلي بالك بقى من الكلام ده. يعني لو انت مخدتش بالك. وحطيتي دي او سي او ايا كان او اي بورتابول الميديا او مسلا اي متوصل لو عندك مسلا وانت في نفس الوقت بموصله ده الخارجي وانت كمان مش واخد بالك منه انت ممكن يفرمط لك الخارجي اللي هو مسلا بيبقى اتنين تيرة ولا تلاتة تيرة فطبعا دي نصيب اسود. فانت تعمل ايه? تخلي بالك تتأكد ان الفلاشة الفلاشة انا مسميها يوسف والحرف بتاعها ام تعرف كده يبقى هي دي الفلاشة. يعني اي اي حاجة تانية اي فلاشة تانية مهم عندك اي هرد خارجي كل ده تفصله. تمام? طيب احنا دلوقتي اقمننا نفسنا وعرفنا ان الفلاشة اللي موجودة ام وفعلا هي موجودة في البرنامج هنا ام. كده انا ايه في الامان. ابدأ بقى اعمل بقى الخطوة التانية. عندي بقى الخطوة التانية بتنقسم لايه كزا قسم. الخطوة التانية بيقول لك انت كده هتختار الرجاء اختيار كورس او صورة ايزو. حلو? طيب انت بقى ما عندكش الملف ده. هو اصلا عمرك مع طرف تنزل الويندوز من غير الملف ده. طبعا نعمل ايه? هتقول له اختيار هيجيب لك الجهاز الخاص بيك. بيقول لك هتلي نسخة الايزو اللي عندك. انا ما عنديش اصلا نسخة ايزو. فهعمل ايه? هقول له اضغط على علامة السهم الصغيرة لجنب اختيار واقول له تنزيل. طيب لو انا ضغطت بقى على كلمة تنزيل نفسها تمام? اقول لكم حاجة بس كده قبل منسة. لو الكلام مش موجود باللغة العربية بتضغط على علامة الكرة الارضية دي. اللي هي تغيير لغة التطبيق. وتختار اللغة العربية هي تاني واحدة من فوق. تمام? واللغة الانجليزية او الانجليش او الواحدة من فوق. تمام? المهم هتضغط على تنزيل. هيبدأ يقول لك الاصدار. ويندوز حداشرة. بيجيب لك اخر ويندوز عندك. طيب انت ممكن تنزل ويندوزات تانية? اه. ممكن تنزل تمانية واحد من عشرة. هما شالوا ويندوز سيفن على فكرة. وكان موجود ويندوز سيفن. طيب ويندوز عشرة ويندوز حداشرة. ممكن تنزل تلات ويندوزات دول. اي واحد فيهم تقدر تنزلهم. بس كل ويندوز هيتنزل على فلاشة. يعني ايه? يعني مسلا انا عايز الفلاشة دي تبقى خاصة بويندوز تمانية. يبقى هعمل ويندوز تمانية واحد من عشرة. واقول لهم تابعة. زي ما انتم شايفين. وبعد كده بيقول لي الاطلاق او الاصدار. اللي هو اخر واحد. هو مفيش الواحد بس. او 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 ا اي ان كان. اللي هو التلقائي عندك هو هينزل عن طريق متصفح مش عن طريق البرنامج. انا افضل ان ينزل عن طريق البرنامج. وقللي تنزيل. او ضغط تنزيل هيبدأ في التنزيل وهينزل لك في المكان اللي انت هتحدده. يعني انا quando ضغط كلمة التنزيل هيقول لك انت عايز تنزلو فين? يعني هيقول لك اهو? هيقول لي المكان اللي انته عايز تنزل النسخة اللي ايضو فيه. ما جيش بقى احد يقول لي انا حطه عالسي. لا يا حبيبي. انا كان اصلا انا همسح يسي وفرماته. لما اجي نزل ويندوز. فانت طبعا مينفعش هتحط النسخة على السي. عشان يبقى كده هي تبقى كده فترة موقعة. فانت هتحطها على اي حاجة غير السي. او غير الكورس او الدرايف اللي انت هتحط عليه الويندوز. يعني مسلا فيه ناس بتحط الويندوز على الدي. خلاص يبقى ما تحطش الملف المهم ده على دي. تمام? غالبا اي سيستم بيتحط على السي. فانت ما تحطش اي حاجة مهمة على السي. سواء ملف ايزو او اي ملف الويندوز. هنحط مسلا على دي. هنسميه مسلا ويندوز ثمانية واحدة من عشرة مكتوبة هو. اربع وستين. ده كده كفاية قوي. ونقول له حفظ. يبدأ ينزل لك الويندوز. طيب هتقول لي طب انا غيرت الرأي دلوقتي. طب خلاص اعمل وقول له تنزيل تاني. عايز اعمل مسلا الفلاشة دي لويندوز عشرة. خلاص اقول له ويندوز عشرة. واقول له متابعة. زي ما احنا عملنا بالزبط. واقول له الاطلاق. هو ما فيش هلا واحد. وكانه مفروض ببقى كزا واحد بس ايه? هو ما شاله حتى الميزة دي. النسخة اللي هم البرو او كل دي زي الفل اي واحدة منهم تمام. انا اقول له متابعة. يعني ما فيش هلا حاجة واحدة يعني. اللغة الانجليزية ما فيش مشكلة عايزينها تدعم العربية نقول له متابعة. بعد eskada بيقول لي البنية البنية الافضل ال الاربعة وستين. ال ستة وتمانين انا مفضلوش خالص الاربعة وستين افضل بكتير. وزي ما قلنا الفنزيل بتتعمل اتصافح اعملنا قبل كده او هدينا قبل كده اقول له تنزيل هيقول ر legacy تقوم التي عايز تحطه فينا. هنحطه خلاص في الدي. خلاص بقي احنا اتسائزة بقى. هنحط في الدي. مكتوب عندك او بيسامه لك كوتوماتيك ويندوز عشرة عربك اربعة وستين خلاص هنقول له حفظ طب هتقول لي عند القرار ده وانا يا محمد انا معلش غيرت كلامي وغيرت رأيي انا راجل بارجع في كلامي فمعلش اعمل لي الغاء الامر وعايزين ننزل ايزو تانية اللي هي ويندوز ع 11 خلاص اخر قرار اخر قرار خلاص هنقول له الاصدار ويندوز 11 يعني انا عايزة نزل ويندوز 11 انا كده ما بنزلشي خلي بالك انا مش بنزل على الفلاشة دلوقتي انا بنزل على الجهاز ملف الايزو الخاص بالويندوز اللي انا هشتغل عليه هقولك يعني ايه انا نفسي مش فيه المهم هنقول له الويندوز 11 هنقول له متابعة الاطلاق هو ما فيش اللي حاجة واحدة ما فانت مش هينفع تختار اي حاجة بس غالبا لو جالك اختيارات اكتر انت بتختار اول اختيار اللي هو ده احدث اصدار المتابعة النسخة ما فيش اللي النسخة واحدة هو وحظة هلك الهوم او البروء او اليدوكيشن كل دي زي الفل هنقول له متابعة اللغة هنقول له مسلا احنا عايزين نخليها تدعم اللغة العربية وبعد كده المتابعة انتوا بقى المفروض تقولوا البنية 64 اكس خليها زي ما هي وبعد كده نقول له تنزيل وبعد كده بنختار دي مسلا البرتشن دي تمام ونكتب الملف هنا بيتحط لك بامتداد ايزو اي اس او دوت اي اس او تمام امتداد الملف اللي انت هتنزله ده وبعد كده بتقول له حفز هيبدأ ينزله لك مسلا هو بتاع خمسة جيجا ولا ستة جيجا ايا كان الملف لازم بياه طبعا فيه مساحة فاضية عندك في الدي هتعرف منين هتفتح ماي كمبيوتر وتشوف بيقول لك هنا واحد وعشرين جيجا حرة من متين تمانية وعشرين جيجا واحد وعشرين جيجا زي الفل ده هيقضي في الدي وتقدر تنزل الوندوز 11 طبعا انا مش هنزله عشان انا اصلا عندي الايزو خلاص وبعد كده هتقول له حفز طبعا عشان وقت الفيديو انا مش هستنى لغاية ما ما ينزل الايزو ده هقول له لغاية الامر خلاص طيب دلوقتي بقى انا عايز احرق بقى الايزو ده ملف الايزو ده اللي موجود عندي في الدي هحرقه فين على الفلاشة خلي بالك انا اول حاجة طبعا هتأكد ان الفلاشة الفلاشة طيب هنا بقى بيظهر لك ايه اصلا الليستة دي في الجهاز دي اللي فوق دي ده يظهر لك اي فلاشة انت حاطتها على الجهاز فانت خلي بالك لو انت حاطت اي فلاشة زي ما قلت لك او اي هارد خارجي خلي بالك من اسم البرتشن او اسم يبقى موجود ام يبقى انت متأكد ان هو الام اللي هو الفلاشة الخاصة بيه برضو لازم تتأكد منها المرة التانية عشان ده كده خلاص انت هتبدأ تنزل الويندوز على الفلاشة فطبعا الف به او كبداية هيمسح لك كل حاجة على الفلاشة هيضمر لك البيانات اللي على الفلاشة ويمسحها نهائيا ومش تتعرف تسترجحها فانت لازم تكون متأكد كويس جدا من اسم البرتشن او اسم الفلاشة اللي موجودة عندك فوق هنا تمام تمام اختيار نوع الاقلاع احنا قلنا هنختار تاني واحدة اللي هو كرسة او صورة قويزه طب ليه بيقول لي لا يمكن الاقلاع منه وانا ليه عايز اصلا هي يتم الاقلاع منه عشان انا حط الفلاشة في الكمبيوتر وانا هعمل رستارة للكمبيوتر عشان ننزل ويندوز فعايز حاجة كورس بوت او بوطابول او عايز فلاشة بوت او ابوت منه يعني ايه ابوت منه يعني ايه الكلام ده ابوت منه يعني ابدأ النظام منه ابدأ تحميل الويندوز منه دي معنى كلمة بوت يعني هو قائم بذاته اللي انا اقدر انزل منه طب لو انا ضغط لا يمكن الاقلاع منه انا مش هعرف اعمل بوت منه. يعني مش هعرف اشتغل بوت. تمام? فدي حاجة مهمة جدا. طيب انا اهم حاجة عندي تاني اختيار الرجاء لاختيار كورس او صورة ايزو. انا طبعا اختار ايه? صورة ايزو. فبدل ما اضغط بقى تنزيل اضغط على الزرار الصغير السهم الصغير اللي تحت ده. واختار اختيار. وبعد كده اضغط على كلمة اختيار. واختار من دي ملف الايزو اللي عندي. اللي انا نزلته منين? اللي انا خمسة جيجة اللي انا قلتلكو عليه. بعد ما منزله بعد ما حدده هتبدأ الحاجات دي تتفتح معي. مخطط التأسيم والنظام او الهدف والكلام ده كله. حلو قوي. في حاجة نتفق عليها اللي احنا بنلعبش فيها. اللي هو النظام الهدف. اللي هو حاجات البيوز. انا ما قدرش هلعب فيه وما قدرش يجي جنبه. دي اول حاجة كده هنستبعدها. كده ميا ميا انت كده زي الفل. وحجم الكتلة اللي هو الافتراضي هسيبه زي ما هو الافتراضي. كده اشطى. النظام الملفات هو غالبا بيختار نظام الملفات الصالح لتحميل الويندوز ده. فانت برضو ما تلعبش فيه. يعني مسلا واحد حاطت فلاشة مية تمانية وعشرين جيجا. هيقول لك لارج فات اتنين وتلاتين. زي الفلاشة اللي عندي دي. بس انت ما تخافش ان الفلاشة المية تمانية وعشرين لو انت نزلت عليها الويندوز ده. فهو عشان هيحولها اللارج فات وتلاتين هي اصلا اي اكس فات. يعني هي اصلا اه انت داتها اللي انا حبيت دلوقتي اعرف نوع اه نظام الملفات او سيسم طيب بتاعها اي اكس فات. دي حاجة اعلى من تمام? انت ما تشغلش بالك يعني هي حاجة حلوة يعني. طيب الفلاشة دي انت فيما بعد لما الويندوز ينزل عليها هي مية تمانية وعشرين جيجا انت هتلاقي ساحتها قلت بقت اتنين وتلاتين او او اربعة وستين جيجا. هتقول لي انا هربيض ده برنامج روفز بوز للفلاشة. لا يا باشة. البرنامج عدل نظام الملفات لنظام الملفات اسمه فات اتنين وتلاتين. هو اقدم نظامي. يعني اقدم من انتي في اس. يعني تخيل الفلاشات في فات وفي فات اتنين في فات ستاشر تقريبا. في فات اتنين وتلاتين وفي انتي في اس واعلى حاجة اي اكس فات. تم اختراعه لغاية دلوقتي. فالفلاشة دي اي اكس فات. وعشان تقرأ مية تبانية وعشرين جيجا. طيب لو انت حولتها فات اتنين وتلاتين. اللي هو اقل مش من النظام بتاعها. اقل من اقل من النظام بتاعها. بمرتين. فطبعا مسحتها هتقل بس تقل وهمي. عشان ترجعها تاني انت ممكن تعمل كليك يمين فورمات عليها وتبدأ تعمل لها فورمات وتختار ستن طيب ايه اكس فات. سهل جدا على فكر. حلو اوي. طيب دلوقتي بقى ايه المفروض اللي انا اغيره? احنا عرفنا النظام اللي فات مش هغيره? ولا حجم الكتلة ولا النظام الهدف. وما اللي اغيره يا محمد مخطط التقسيم. يعني مخطط التقسيم? هقول لك اسهل حاجة انك تجيبه. غالبا انت مش محتاجة اصلا تجيبه. هقول لك ليه? لو انت بتاعك اس اس دي. انت طبعا عارف هاردك اتش دي دي ولا اس اس دي. غالبا اي كمبيوتر حديث هيبقى الهارد في السي بيتبوت من هارد اس اس دي. اس اس دي اوتوماتيك هتختار من مخطط التقسيم جي بي تي. تمام? هو افضل طبعا من ام بي ار. ام بي ار دا للاجهزة الاتش دي دي. حلو? طيب. طب انا بقى انا عايز اعرف. يعني انا بقى كبرت في دماغي وعايز اعرف بقى. هقول له هزا كمبيوتر الشخصي او زيز كمبيوتر. وادخل على السي مسلا. اللي هو اللي في البرتشن اللي انا هنزل عليه الويندوز. اللي هو مسلا السي. نفترض ان هو السي. وقول له خصائص او بروبيرتز. واقول له هاردوير او الاجهزة. واختار مش يقس بي بقى اختار الهارد نفسه. تمام? اقول له او بختاره وبقول له خصائص هي هيها. وبعد كده بقول له وحدات التخزين. واقول له تعبئة او هيجي لي هنا نوع جهاز. كل ده انا مش عايزه. انا عايز ايه? وحدات التخزين تاني. اقول له تعبئة. بس ده اللي انا عايزه. جدول تقسيم المعرف الفريد العمومي. نمط القسم. تمام? هو ده اللي انا عايزه. اللي هيظهر لك لي جي بي تي يا امي بي ار. مش هيظهر لك اي حاجة من غير الاتنين دول. يا امي بي ار يا امي جي بي تي. معنى كده ده افضل طبعا من الام بي ار. بس طبعا على حسب كل واحد على حسب الايه? الهارد اللي عنده. لو هاردك اتش دي دي. مينفعش تختار جي بي تي. انت كده بتغير التأسيمة. وانت مقصة قلاش يعني. حتى لو انت غلط وعملتها. تمام? انا دلوقتي عملت مسلا البرتشان عندي. في حاجة بس عايز اقول لكم عليها مهمة. لو انا اخترت. لو انا عملت ايزو. ويندوز حداشر. هيظهر لي هنا في الخصائص هنا في في مخاطر التأسيم. حاجة اسمها. حاجة اسمها ايه? دي مهمة جدا. دي عشان بيقول لك. لو انت آآ عامل في عندك كزا نوع. لو انا عايز كده انا بقول له انا مش عايز عايز اتخطى اللي هو الايه? نظام الامان. فده انت عامله. يعني انت لو هتنزل الوندوز حداشر هتعمل تمام? فده انت هتختاره في في الاختيارات الخاصة بيك. بعد كده بعد ما تختار الايزو. عرفنا زي انا اختارها. هتختار تاني واحدة الايزو. وبعد كده تقول له اختيار. وتختار من برتشان دي الملف الايزو اللي انت عملته. وتقول له فتح. هيظهر لك هنا كل الكلام ده. وعملنا مخطط التأسيم. وعملناها تبدأ تعمل بقى يا معلم. تبدأ تقول له هيظهر لك هنا كلمة بدء. اول ما تضغط كلمة بدء هيبدأ يعمل لك ايه يقول لك سيتم تدمير جميع البيانات على الفلاشة. تمام? هتقول له موافق. او نعم او ابدأ. هيبدأ يبدأ يعمل لك لون اخدر لغاية ما يخلص خالص. ويظهر لك بقى تاني كلمة بدء وكلمة اغلاق. ما تبقاش بقى زكي وتقول لي ايه اعمل بدء تاني. ما كده هيبدأ لك من اول وجديد تاني. وهيعمل لك تاني على الفلاشة. وهيمسح لك تاني. هيفرمطها لك تاني. طب وليه? انت بعد ما عمل باللون الاخدر وخلص كله. وجالك بدء واغلاق. خلاص قول له اغلاق. ما انت كده خلصت. حرقت الملف الايزو اللي عندك عديه. اللي انت نزلته. من تخيار تنزيل هنا. واخترت تنزيل ايه والاصدار ايه والكلام ده. بعد ما نزلته عديه. عملنا هنا اختيار وحددنا ملف الايزو. وهحطناه على الايه? على الفلاشة اللي عندنا اللي هي اللي فوق دي. وبعد كده بدأ يحمل وخلص باللون الاخدر. هنقول له اغلاق. ويبقى كده انا خلصت. حرق الفلاشة او حرق ملف الايزو على الفلاشة. المفوضة اعمل ايه بقى تاني? احط بقى الفلاشة. وابدأ انزل ويندوز. هعمل الاول. وامحاط الفلاشة. والويندوز او الجهاز هو بي لسه بيبدأ اعادة تشغيل. اضغط اف اتناشر واختار اللي انا ابوت من الفلاشة. هيبوت من الفلاشة او هيبوت من الفلاشة ويبدأ يقول لك نيكست نيكست. وتبدأ بتحمل ويندوز بكل سلاسة من مايكروسوفت نسخة اصلية. حاجة كده جمال الجمال. يعني اللي بينزل ويندوز حداشر نسخة الاصلية دي لما تعمل لها تحديث بتبقى حاجة تانية. انت اصلا مش محتاج بتعمل تعريفات للجهاز. انت بتعمل او تحديث. الويندوز نفسه بيجيب لك احدث تعريفات لكروت الشاشة كروت الصوت. جميع الكروت اللي عندك يقدر ينزل لك اخر تحديث لها. كل ده بضغط زر تقول له ويندوز ابديت وتقول له تحديث. طبعا لازم يكون جهازك متوصل بالانترنت. وطبعا طبعا روفوس لازم طبعا يكون جهازك متوصل بالانترنت لو انت هتعمل تنزيل. طب لو انت مش هتعمل تنزيل ايما انت مش محتاج الانترنت في حاجة. يعني انا مش محتاج الانترنت في روفوس اه. لو انت عندك ملف الايزو. اللي احنا نزلناه في الدية. من كلمة تنزيل هنا. طب لو هتعمل خيار تنزيل يبقى لازم عندك انترنت عشان تعمل تنزيل للايه? للويندوز اللي انت عايزه. سواء ويندوز حداشر او عشرة او تمانية واحد من عشرة. طب لو عندك اصلا ملف الايزو خلاص انا مش محتاج بنت في حاجة. انا اصلا عندي الملف اللي انا هحرقوا على الفلاشة. خلاص وعندي الفلاشة. خلاص انا مش عايز حاجة تانية. دي كل حاجة يعتبر في ازاي تحرق ملف الايزو على الفلاشة او تحرق الويندوز على فلاشة. او تنصب اه الويندوز على فلاشة بحيس انك انت تخلي الفلاشة دي بوت او بوتابول او ذاتية الاقلاع انك انت تقدر تحمل منها الويندوز. يارا بيكونوا في دي اعجابكم. ما تنسوش اشتراك في القناة وعمل اعجاب الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.